في الخبر الأخير يعود كرنفال ريو دي جانيرو أشهر كرنفالات العالم اليوم غدا معيدا أجواء الاحتفالات الصاخبة ورقصات السامبا الاستعراضية بعد توقف لسنتين بسبب جائحة كورونا وسيهتز مدرج سامبو دروم مجددا لليلتين كاملتين على وقع الألات الإقاعية مع ألاف الرقصين بأزيائهم الاستعراضية والعربات المزينة والتي توازي بطولها ارتفاع مباني متعددة الطوابق وتنتشر المدرجات حول مدمار طوله 700 متر حيث تقدم 12 مدرسة عروضا في محاولة للفوز بلقب بطولة الكرنفال ولإقناع لجنة التحكيم ستقدم كل مدرسة لأكثر من ساعة عروضها مع حوالى 3000 راقص وأيضا ست عربات في احتفالية ضخمة في كل ليلة وهذا العام اختارت ثماني مدارس من أصل 12 موضوعا مرتبطا بمكافحة العنصرية والجذور الافريقية الضاربة بعمق في عالم السنباح اشتركوا في القناة